أربع سنوات على الإنقلاب كانت الجرعة السعرية مبرراً رئيسياً لإسقاط الدولة والسيطرة على كل المؤسسات وكانت العاصمة صنعاء بوابة التحرك نحو تدمير ملامح الدولة أزمات عديدة عاشتها صنعاء منذ ذلك الحين ألقت بذلالها على حياة المواطنين وتسببت في معاناتهم نتيجة عوامل عديدة منها انعدام الغاز المنزلي والمشتقات النفطية والارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية محطات الوقود في العاصمة أغلقت أبوابها بشكل شبه تام في حين اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات التي لا تزال تعمل بشكل جزئي وهي مشاهد جديدة لأزمة بدأت تعصف بالعاصمة منذ أيام سعر قالون البنزين في السوق السوداء وصل إلى 12 ألف ريال يمني وهو مبلغ يزيد بنحو 50% عن المبالغ المحددة من شركة النفط اليمنية في حين وصل سعر استوانة الغاز المنزلي إلى 6 ألاف ريال بزيادة تتجاوز 60% من سعرها الرسمي الميليشيات بررت هذه الأزمة بتصعيد التحالف عملياته العسكرية في مدينة الحديدة وقطعه للطريق الفاصل بين الحديدة وصنعاء فيما وجد مراقبون أن الأزمات العديدة التي عاشتها وتعيشها صنعاء مفتعلة من جانب القيادات الحوثية في مسعى للتخلص من الضغط العسكري وإنعاش تجارة قاداتها للمشتقات النفطية في السوق السوداء وغيرها من الأعمال التجارية التي حولت معظم قيادات الجماعة إلى أثرياء في غضون فترات بسيطة بعد الإنقلاب